متباينات الجمع والطرح ما الفرق بين المتباينة او المعادلة لو كان لديك هذه المعادلة في اليسار المعادلة يجب ان يكون بها يساوي قيمتان متعادلات فحلها عن طريق الطرح تساوي 7 اما كلمة متباينة المتباينة هي الجمل العددية او الجبالية التي تحوي كلمة اكبر اصغر اصغر او يساوي مثلا هذه الجملة في اليسار x اكبر من ثلاث هذه y اصغر او يساوي m يعني من الممكن ان تكون قيمتها تساوي m او اقل منها فمثلا هذه الجملة في اليمين او المتباينة m زاد 2 اقل او يساوي 9 كما حل المعادلات نقوم بطرح اثنان فيبقى m اقل او يساوي 7 فاذا قيمة m من الممكن ان تكون 7 من الممكن أن تكون 6 5 4 وهكذا فهذا خط الأعداد لو كتبنا هذه الأعداد مثلا بشكل عشواري 6 7 8 فالأوحظ مائي حل هذه المتباينة هو من عند الرقم 7 وهو أقل دائما عند القراءة المتباينة أقرأها من جهة المتغية M أقل من 7 فإذا نأخذ سهم عند الأرقام التي أقل من 7 من 7 إلى اليسار هذه الأرقام كلها أقل من 7 مثلا الخمسة هي حل تعتبر حل لهذا المتباينة لكن عند رسم خط الأعداد هناك مراحظة مهمة لو كان لديك Y أقل من 2 فاكتب خط الأعداد أو أرسم خط الأعداد ستأخذ نقطة عند العدد 2 ولاحظ مائي أنا أقرأ من جهة المتغية Y أقل من 2 العداد التي أقل أو أصغر هي في اليسار لكن لو تلاحظوا عند النقطة 2 أنا وضعت دائرة مفرغة لم أقم بتلوينها عكس السؤال السابق لماذا؟ لأن هنا الاثنان هي ليست أقل من الاثنان الاثنان ليست حل من حلول هذه المتباينة لأن العدد الاثنان هو ليس أصغر من اثنان لكن لو كذبت M أقل أو يساوي اثنان لاحظوا الفرق بين الإشارتان هناك خط صغير فأنا أضع هنا دائرة عند العدد اثنان وأقوم بتضليلها من الداخل وبما أنها M أقل من اثنان أضع السهم إلى اليسار ولاحظوا الاثنان هي بالفعل تساوي اثنان هي أقل أو تساوي الاثنان أقل أو تساوي فإذن الاثنان في الجملة الأخيرة هي حل من حلول هذه المتباينة هذه العبارات جدا مهمة لحال المساء الكلامية إذا كان لديك كلمة أقل أو يقل عن فتكتب Y أو X بغض النظر المتغير أقل من الأعداد الباقية لاحظوا أين وضعت المتغير في هذه الجهة إذا كان لديك أكبر أو يزيد أو يتجاوز هذه كلها قيم أكبر أو أكثر تضع المتغير في هذه الجهة ويتكون فتحة الإشارة باتجاهه أما إذا كان لديك أقل أو يساوي لا يزيد أو على الأكثر جميع الطلاب يخطئوا في كلمة على الأكثر كلمة على الأكثر هي عبارة تدل على أنها أصغر منها أو تساويها مثلا عندما أقول أحمد لديه على الأكثر خمسة دراهم فمن الممكن أن يكون لديه خمسة أو أربعة أو ثلاث لاحظوا على الأكثر لديه خمسة فهذه الأرقام كلها أصغر من خمسة ومن الممكن أن تساوي الخمسة وهنا أكبر أو يساوي لا يقل أو كلمة على الأقل كلمة على الأقل أيضا عندما أقول مثلا لدى علي على الأقل 100 درهم من الممكن أن يكون لديه 100 من الممكن أن يكون لديه 110 150 وهكذا ولاحظوا المئة هي أكبر أو تساوي المئة وملاحظة مهمة عند قراءة المتباينات من الأفضل دائما أن تقرأها من الجهة التي تحوي المتغير دائما نقرأها من الجهة التي تحوي المتغير فمثلا هنا A ناقص ثلاث أصغر من ثمانية لماذا أصغر؟ لأن الفتحة الإشارة باتجاه الثمانية فالثمانية هي الكبيرة فالمتغير هو الأصغر فهنا هذه طرح أستخدم الجمع فA أصغر من 11 لاحظوا كيف قرأتها A أصغر من 11 من الممكن أن أكتبها بهذه الطريقة في الأعلى أكتبها بشكل عكسي A أيضا لاحظوا A أصغر من 11 فقرأها دائما من جهة متغير أفضل لك فنضع دائرة عند العدد 11 لكن هل نضع الدائرة مضللة أم غير مضللة؟ هنا ننظر إلى إشارة المتباينة هذه الإشارة هي أقل تماما لا توجد بأسفلها اليساوي فتكون الدائرة غير مضللة دائرة مفتوحة لأن A لا تساوي 11 الـ 11 ليست حل من حلول هذه المتباينة ونأخذ سهم باتجاه الأعداد الأقل هنا كما حل المعادلات نقوم بطلح الصفر بوينت أربعة فيبقى لديك الـ أكبر أو تساوي لاحظوا هذه الإشارة تحت المتباينة أكبر أو تساوي 6.6 فنقوم بكتابة الأعداد 6, 7, 5, 6.5 أنا أحتاج 6.6 بالضبط أحتاج 6.6 فهي أكبر من 6.5 بقليل فالـ يقرأ من جهة متغير ي أكبر لأن الفتح باتجاه ي أكبر أو تساوي 6.6 أو تساوي فوضعت دائرة مضللة لاحظوا دائرة مضللة ولأنها أكبر وضعت السهم إلى اليمين هذه المتباينة H زياد أربعة وبما أن الفتح باتجاه الـ هي أكبر من الأربعة قمت بطرح أربعة فالـ أكبر من صفر حل هذه المتباينة جميع الأرقام التي أكبر من الصفر فإذا الواحد هو حل الاثنان حل الخمسين حل فعندما قمنا برسم المتباينة H أكبر من صفر أضع دائرة عند الصفر لكنها ليست مضللة لأنها أكبر تماما وسهم باتجاه العداد الأكبر فلو أخذت مثلا العدد الثلاث هل هو حل هو أكبر من صفر فيجب أن يكون حل قم بتعوضه في المتباينة 3 زائد أربعة هل هي أكبر من أربعة الثلاثة زائد أربعة السبعة والسبعة بالفعل أكبر من أربعة كما كتبت في هذه الجملة حل صحيح لكن الصفر تماما هل هي أكبر لو عرضت الصفر ستجد أن المتباينة مكتوب أن الأربعة أكبر من الأربعة وهذه عبارة خاطئة الأربعة تساوي الأربعة فهنا مثلا X ناقص 6 أقل أو يساوي أقل بما أن به خط من الأسفل يساوي أربعة فإذا قمت بجمع أربعة X أقل أو يساوي عشرة جميع الأعداد التي أقل من عشرة أو تساويها فهل العشرة نفسه حل نعم خذ العشرة عوضها في المتباينة 10 ناقص 6 أقل أو يساوي أربعة كما المتباينة بالفعل الأربعة أقل أو يساوي أو يساوي الأربعة والأربعة متساويات فإذا هذه جملة عددية صحيحة 6 زائد H أكبر أو يساوي 12 العدد الثابت 6 ولديك متغير H قم بطرح هذه 6 العدد 6 موجب استخدم سالب 6 أو ناقص 6 فيبقى لديك H أكبر أو يساوي طبعا هنا موجب 6 12 ناقص 6 هي موجب 6 نعيد أنها موجب 6 فإذن الآن أضع دائرة عند الموجب 6 ولاحظوا لأن إشارة المتباينة أكبر أو يساوي لو يوجد تحتها خط يجب أن تقوم بتطليل هذه الدائرة لأن العدد 6 هو حل من حلول هذه المتباينة عندما أقول H أكبر من موجب 6 H أكبر من هذه العداد أو يساويها فإذا الستة تساوي الستة فهي حل فهنا T مثلا أكبر من 9 أو سالب 9 أكبر تماما من سالب 9 فلنأخذ جميع العداد الأكبر من سالب 9 من الممكن أن تكون سالب 9 لا مستحيل لأن السالب 9 ليست أكبر من سالب 9 مثلا هنا يستطيع المصعد أن يحمل 1300 كيلو جرام أو أقل من الممكن أن يحمل 1300 كيلو جرام أي من الممكن أن يساوي أو أقل منه أصغر منه أكتب متباينة هذا المصعد الآن به 1100 كم الوزن الذي من الممكن أو بستطاعته أن يحمله ليصل إلى 1300 كيلو جرام فمجموعة العددان يجب أن يكون 1300 أو أقل لاحظ معي مجموعة العددان الألف ومئة والعدد المجهول الذي بستطاعت هذا المصعد أن يحمله يجب أن يكون 1300 أو أقل مثل ما ذكر لي فأكتب إشارة المتباينة أصغر أو يساوي فهذه حلها بسيط أطرح 1100 فإذن الوهي أقل أو تساوي المئتان وهذا معنى بإمكان هذا المصعد إلى الآن تحميل 200 كيلو جرام إضافي طبعا في مسألة المصعد من الممكن أن يكون الحل مئتان من الممكن أن يكون مئة من الممكن أن يكون مثلا عشرة صفر هذه الأرقام كلها أصغر من 200 وهذه الأوزن من المعقولة من الممكن أن نضيف فقط 10 كيلو جرام ليس من الضرور أن أصل إلى العدد 1300 فهذا الفرق بين المتبينات والمعادلات المعادلات كان حلها عدد 1 فقط أقول X تساوي مثلا 8 فقط لكن مثلا في هذه المسألة الثانية Y أكبر من سالب 19 جميع الأرقام الأكبر من سالب 19 الواحد أكبر من سالب 19 حل 1.5 حل 1.5 1.7 حل كل الأرقام الأكبر من سالب 19 تعتبر مثلا حل هنا في المثال الرابع المثال الرابع هي أكبر وتساوي 1.6 المثال الرابع X زائد 0.7 فأنت قم بطبح 0.7 من الجهتان من الغيمين واليسار وحافظ على نفس الإشارة لاحظوا معي X هي الأكبر فحافظ على نفس إشارة المتبينة الفتحة باتجاه اليسار فإذن X أكبر وهنا لديك عددان سالبان اجمعهم وحافظ على نفس الإشارة سالب 1 X أكبر تماما من سالب 1 فإذن السالب 1 لا يعتبر حل في هذا المثال جميع العداد الأكبر من سالب 1 سالب 0.9 أكبر لأنني أتحدث عن عدد سالبة العدد 3 مثلا موجب أكبر هذا كله حل لكن السالب 1 تماما ليس حل هذه المتبينة مثلا هنا قم بطرح 5 اطرح الخمسة لديك موجب 5 أن تستخدم سالب 5 من الجهتان فالM أكبر أو يساوي سالب 6 دائما لاحظ اقرأ من جهة متغير اقرأ M لاحظ من هنا M أكبر من سالب 6 الأكبر دائما العداد الأكبر هي باليمين فوضعت السهم إلى اليمين وضللت الدائرة لأنها أكبر أو يساوي يوجد عند الإشارة المتبينة خط من الأسفل لكن هنا اقرأها من اليسار T زائد 7 أقل من سالب 11 الأفضل أن تقرأ المتغير في البداية T زائد 7 أقل من سالب 11 فإذن T أقل من سالب 18 عندما قمت بطرح 7 لاحظ كيف قرأتها T أصغر أو أقل من سالب 18 هذا العدد سالب 18 هنا في الوسط ضع عليه دائرة أنت تريد العدد الأقل أو الأصغر العدد الأصغر في اليسار السالب 19 هو أصغر من سالب 18 سالب 20 أصغر فخط السهم باتجاه اليسار جميع العدد باتجاه اليسار هي أصغر ولن تظلل الدائرة لأنها أصغر تماما في هذه المسائل سأقوم فقط بكتابة المتباينة وأنت تقوم بكتابة أو إكمال الحل لديك في السؤال التاسع أربعة عدد أربعة مضاف أي جمع إلى عدد مجهول عدد آخر يعني أربعة زائد وي أكبر من 13 المتغير هذا الواي هو الأكبر فيجب أن تكون فتحة هذه المتباينة باتجاهه فأربعة زائد وي أكبر من 13 هنا مجموع عدد مجهول لم يذكر ما هو العدد مجموع فاجمع أنت وتسعة عشر يعني X هذا العدد وتسعة عشر إجموحه مع بعض على الأقل راجع الجدول في بداية الدرس على الأقل يجب أن يكون أكبر أو يساوي لاحظ معي هنا على الأقل يساوي على الأقل فالمتغير هو يجب أن يكون الأكبر الفتحة باتجاه المتغير لكن يجب أن تضع إشارة تحت المتباينة لأنها أكبر أو يساوي فأنت في المتباينات هذه الكلمات على الأقل كلمات أكبر هي التي تساعدك على الحل هنا فريق قرة القدم يجب أن يكون على الأكثر به 26 لعب يعني من الممكن أن يكون به 26 25 24 23 أكثر شيء يجب أن يكون به 26 لعب إلى الآن المدارب لديه 17 لاعب كم عدد الطلاب أو اللاعبين الذين من الممكن أن أضيفهم فأجمعهم إلى هذا الفريق أنا لدي 17 وأصدر أضيف عدد مجهول لكن مجموع هذا العددان يجب أن يكون على الأكثر يعني ماذا؟ أصغر أو يساوي راجع الجد والمرة ثانية أصغر أو يساوي لاحظ الفتحة كانت في اتجاه عكس المتغير فإذن العدد عكس زائد 17 يجب أن يكون أصغر أو يساوي 26 فإنه ممكن أن يكون 25 23 22 فالآن قم بإيجاد الـ وفسرها يعني مثلا هنا سيكون الحل باختصار الحل هو في المثال 11 12 9 فإذن هنا المدرب باستطاعته يضعف إضافة لاعبين إلى حد 9 9 أو أقل منها 9 8 7 6 هو حر لكن يجب أن لا يتعدى 9 لأن إذا أصبح لديه أكثر من 9 لاعبين سيكون الفريق لديه أكثر من 26 لاعب فالمثال الأخير أيضا استخدمت أصغر أو يساوي لأن هذه خطة المكالمات لن تتجاوز العدد 1500 فيجب أن تصغل 1500 أو أقل منها